أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدولي أن مشروع محطة الضبع النووية يمثل أهمية خاصة في ضوء أنه يأتي في إطار خطة الدولة لتنوية مصادر الطاقة عبر التوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة حتى عام 2030 جاء ذلك لإجتماعيه مع المدير العام لشركة روس أطوم الروسية والوفد المرافقة له بمقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة لاستعراض الموقف التنفيذي لإنشاء محطة الضبع للطاقة النووية وأضف مدولي أنه يتابع بصورة دورية التقدم الجارية في المشروع مؤكدا حرص الدولة على تقديم مختلف أوجه الدعم الممكنة لسرعة تنفيذ المشروع بالتعاون مع شركة روس أطوم في ضوء ما يمثله المشروع من أولوية لتوفيقه للطاقة النظيفة بدوره أكد المدير العام لشركة روس أطوم أن تنفيذ المشروع يجري على قدم وصاق وفق للخطة المحددة مضيفا أنه بنهاية العام الجاري من المخطط الوصول إلى نسبة تنفيذ تبلغ 30% من إجمالي المشروع